عزيز المشاهد احنا هنا بنشاهد احد بيوت مصر القديمة العصر بتاع ابونا انا صدقوني معرفش ممكن يكون اللي بناه انجليز او غيره اللي يعرف يبقى اكتب لنا في التعليق النظام الانشائي بتاعه زي ما انتو حتشوفه في السقف كده شوية الاسمنت طبعا المضغطين دول دول مش هما اللي عاملينهم ده عبارة عن زوي حديد او كمر حديد صغير راكب على الحطان لان طبعا البيت كله حوائط حملة من حوائط كبيرة جدا وبيركب تقريبا لان انا ما حاولتش اكسر او افتح في كذا بيت ادخله بالمنظر ده لكن ما فيش فرصة ان انا اعرف فضولي ايه اللي بين الكاميرات دي لكن انا اشك ان هي تكون خرصانة عادية معمولة باسمنت جودته عالية زي اللي يعرف كلمة مجديل بس مجديل خرصانة عادية واعتمدوا على وجود الكاميرات الصغيرة دي هي اللي متحملة على الحطان طبعا دينا ما بتتعرض لمية كتير برضو بيحصل لها عملية نسب صدق وانا رأيي الشخصي ان لو في مشكلة كبيرة حصلت في سقف زي ده هيكون علاجه ان احنا نحوله للسقف خرصانة مسلحة حيث ان احنا نركب شبكات حديد في الكاميرات اللي هي او الحوائط والحوائط دي ممكن نصنع فيها كاميرات ونركب شبك حديد ويتضخم مدفع خرصانة لان طبعا اللعب فيه بيبقى خطير جدا مشكلة بقى اللي في المكان ده قبل ما تطلع من الحلقة ان الاساسات هنا لما تعرضت لضغط مية من الصرف جامد عملت معايا الحكاية دي تعالوا بصوا اهو شرخ اللي هيزوم عليه البش مهندس ده ده شرخ رأسي محدش يقول لي ده عتب او فرق اجهاد لان احنا بنلف في البيت من بدري واكتشفنا اماكن كتيرة جدا فيها الشرخ كله بيميل الى ان فيه هبوط في الحيطة اللي في المنور اللي فيها غرف التفتيش وفعلا اصحاب المكان قالوا احنا كلنا فعلا هنصلح الصرف ده لكن قلنا هو مش عامل مشكلة كتير تعالوا برضو فيه هنا شرخ في الحيطة هنا بالعرض هنا تماما هو كان المفروض يبقى 45 درجة لكن هنا عشان السيستم لانشاءه الحيطة قوية جدا فما فتحش فيها فتح 45 درجة هنا كمان عندي في السقف هنا طق المجديل بينها وبين الكاميرات الحديد اللي انتوا شايفينها في عندي شرخ هنا تاني يا سلام لو البشمان دي سيعرف يظهروا معانا في الصورة على الشمال برضو شرخ رأسي دليل على ان الجزء اللي وراء ده اللي في الوش اسف وهو وراء بالنسبة للبيت عايز ينزل هقولكو على حاجة كمان فوق بين وبين الجار احنا لقينا فعلا في مسافة جاية من تحت بين وبين الجار جاية من تحت الفوق عاملة تقريبا مسافة بتتسع لفوق حوالي 4 سم واحنا عارفنا وهم كمان لما باجي اعمل معينة او اشوف حالة زي دي كده لازم كمان الاقناع يبقى للجميع لان انا بحل التحليل بسيط ومش معقد ومش زي المهندس اللي كان معرفش في باكريوس هندسة ولا ايه هو بيقول لي انت بتتكلمش كلام علمي انا مش عايز مهندس يفهم ولا طالب يفهم لانه المفروض ان هو بيذاكر مادته كويس وعلمه كويس انا طالع للجمهور اللي مش مهندسين خلي بالكم من بيوتكم وطبعا هتقولولي العلاج اول حاجة الصرف لازم يتصلح بالكامل وبعديها بشهر هنوقف ان احنا منعملش اي حاجة ولا علامات جبس علشان المية اللي موجودة مكان الصرف هتبتدي تخف بالتدريج فممكن يعمل ستلمنت بسيط او عملية تاريح سنة صغيرة فماقدرش اعمل تشك على المكان الا لما تأكد بعد شهر او اتنين لما المية تهرب من المكان او ازا كان فيه مية جوفية تثبت وبعدين ابتدي حط علامات جبس عشان اشوفها تفتح ولا لا وبعدين ابتدي احدد ازا كان فيه مشكلة ولا لا ازا كان فيه مشكلة بيبقى مكان الحيطة دي بيتحقن طبعا بمواد زي اسمنت مثلا سيوطر او مقامل الكابريتات حسب ما احنا بقى بنتيجي ناخد عينات من الطربة والعلل ونقدر نحدد انشائيا الاماكن اللي ممكن تحصل لها عملية حق اشكركم مالكاكم في حلقة قادمة واشكر اصحاب المكان طبعا شكري جزيل ان هم طبعا تعبوا معنا وهم اللي صوروا واسابونا نصور ناس جمال واشكرهم ومنهم مهندس تيصة صغيرة طالع يبقى شاطر برضه السلام عليكم